لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل عامين تحدث الرئيس الأوكراني بلودمير زيلينيسكي عن عدد قتل جيش بلاده في المعارك ضد القوات الروسية قدر زيلينيسكي عدد القتل في جيش الأوكراني على مدار سنتين ب31 ألف جندي بينما رفض الحديث عن عدد المصابين قائلا أن مثل هذه التفاصيل قد تساعد روسيا لكن تقديرات زيلينيسكي تقل كثيرا عما تتحدث عنه روسيا بل تقل أيضا حتى عن تقديرات حلفائه الغربيين وفي المقابل قدر الرئيس الأوكراني عدد القتل الروس بمائة وثمانين ألفا وقال أن خسائر موسكو البشرية بلغت خمسمائة ألف بما في ذلك الجرحة وفي سياق متصل قال زيلينيسكي أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم جديد على الأراضي الأوكرانية في أواخر أيار أو الصيف المقبل لكنه أكد أن كيب لديها خطتها الواضحة للحرب مضيفا سنستعد لهجومهم أعتقد أن هجومهم الذي بدأ في الثامن من أكتوبر لم يأتي بأي نتائج ونحن من جانبنا سنعد خطتنا